هذا السؤال الغريب يقول هل الدين الإسلامي يزدري النساء؟ الدين دين الله عز وجل هيخلق الله الذكر والعنثى ويذكر منته على عباده أن يرزقهم إناثا وذكورا وثم الدين دين الله يزدريهم قال الدين الإسلام هو لشخص قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم الدين أكمله الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا يمكن ربنا جل وعلا يرتضي شيئا ويشرعه ويخلقه ويحتقره إذا قيل الإسلام يزدري المرأة فمعنى هذا الله الذي يزدري المرأة لأن الدين دين الله ورضيت لكم الإسلام دينا فهذا كل كلام باطل لتزهيد الناس في الدين وتشكيكم في الدين وأنه ظلم المرأة وغير ذلك بل الله جل وعلا جعل لكل ذي حق حقه الذي ناسبه سواء كان ذكرا أو أنثى أب أو أم أخ أو جار صديق أو عدو بل حتى البهيمة لها حقوق فما ترك شيئا يحتاجه للناس في دينهم أو دنياهم إلا وأذكر لهم حكمه وحكم الله عز دائر بين الرحمة والعدل والله أعلم شكرا